السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا من ننساش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد الله نصلي على سيدنا محمد خبرنا النهاردة بيتكلم عن تحليل الاعلام المصري لأبو جبل والقضية المصارى ودعم عسام الحضري ليه طبعا كابتن عسام الحضري دعم أبو جبل وقال له يعني حاول تركز ضغطه من تجميدك في نادي الزمالك أو عدم لعبك وحاول تركز لما عشان ماتش السنغال جاي جي ممكن المنتخب ياخده أو لأ دي حاجة لسه ما هيش مؤكدة ولكن الاساس اللي هيرعب هو الشناوي لأن بقى طبعا جي تحليل للناس الرياضية الموجودين في مصر وقاله طبعا المزيعين والإعلاميين يعني الرياضيين قاله أن أبو جبل مشكلته أنه هو ما أجلش فرحته وفرح بسرعة قوي 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 واستغل ده أو طلع في برامج تلفزيونية برامج تلفزيونية كتير وما أجلش فرحته وكان المفروض أنه هو يأجل فرحته وما يفرحش قوي كده زيادة عن اللي زوم لأن الفرحة اللي زيادة عن اللي زوم دي قدت لأنه هو وقع بسرعة وفرحته ما كملتش وخطواته وينجاحه ما كملش لأنه طبعا اتلاقى بهجوم كبير جدا زي ما حضراتكم كلكم عارفين وشفته ده كده كل أو معظم المحللين الرياضيين بيقولوا إن الشناوي مازال في حتة تانية لأن الشناوي قافل على نفسه قافل على حياته قافل على نجاحاته مهما نجح معه ما حقق من بطولات ما بيفرحش قوي زيادة عن اللي زوم ولكن أبو جبل أول ما جات له الفرصة وحقق شوية نجاحات فيه مع المنتخب المصري المرة اللي فاتت في اللعب المرة اللي فاتت يعني في الكرة طبعا فرح جدا وجمهور استقبلوا بحفاوة كبيرة جدا والناس والإعلاميين وهو حقق نجاح كبير وهو فرح جدا بناء على ذلك وطبعا ده كان سبب في سقوته وجهة نظري شايفة أن التحليل ده سليم جدا لأن كان المفروض أنه يصبر وياخد وقته ويركز في مطشاته ويركز في كرته أكتر وحقق نجاح أكتر وأكتر وأكتر لا زي فعلا زي الشناوي حقق النجاحات من بطولات من هنا لهن لهن من الأهلي مع المنتخب كده وكده واخد بطولات كتير جدا ولكن عمره ما فرح فرح أبو جبل قويل بتتقال أن مدرب المنتخب المصري حياخد أبو جبل معاه ولكن هو مش هيكون الأساسي طبعا الشناوي هيكون الأساسي لأن أبو جبل ما بقاش مركز قوي في المطشات زي الوقت اللي فيه إن هو باعد بعض تام خالص عن السوشيال ميديا وكمان أخوه مصطفى نشر إن يعني فيما معنى كده إن أمهم أو أمه يعني يتعبانا وإن هو بيدعلها إن ربنا ما يخلي أبدا التعب بيطولها وربنا يعني يخليها دايما بخير وبصحة وبسعادة وأكيد هي زعلنا طبعا عشان اللي بيحصل لابنها لأن من خلال المحادثات التليفونية اللي حصلت كتير جدا قبل كده وقت من أبو جبل كان بيلعب وهي قالت إن أبو جبل ليه مكانة خاصة عندها دي الصحة لكل الأمهات يا رب العالمين ويعفيهم كده ويخليهم دايما بكل صحة وكل خير وكمان ربنا يهدي الأحوال يا رب إن شاء الله لكل الناس ويوفق الجميع اللهم أمين ودي نصيحة فعلا إنه محدش يا جماعة لما ينجح ويتفوق ويحقق حلمه ما تفرحش بسرعة استنى لما تكمل بقيت أحلامك علشان ما تكونش طاع بسرعة يعني شايفين كلنا القصة اللي حصلت لابو جبل أكيد لازم يكون فيها الناس فعلا تستفيد وتاخد عبرة إن تصبر لما يجي لك الفرحة أو يجي لك النجاح محدش قال لك ما تفرحش لكن افلع نفسك وصبر لإنه طبعا أكيد الحسد والعين حق ونصبر كمان إنه إحنا شوية كده نحق النجاحات أخرى وأخرى وأخرى لإنه كان يعني إحنا لسه لعبين في شهر كام وحنلعب في شهر تلاتة فكان سيبر شوية وركز في كورته وركز في أهدافه وركز في مستقبله أكتر كان حينجح أكتر وأكتر خبرنا يكون خلص خلاص ونشوف حضراتكم على ألف خير ياربي في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وتحياتي من كل قلبي لحضراتكم جميعا